ده كان كلامنا عن الصفرة هكلم حضراتكم بقى دلوقتي بمناسبة ان احنا جبنا سيرة الصفرة وجبنا سيرة اسفرار لون الجلد واسفرار بياض العين فانا الحقيقة فكرت ان انا عايز حضراتكم تعرفوا حاجة برضو او معلومات مهمة عن الدلالات المرضية لتغير لون الجلد يعني لما لون الجلد ما يبقاش هو اللون الطبيعي بتاعنا هل ده ممكن يعكس دلالات مرضية؟ الاجابة الاجابة وانا هنا ما بتكلمش عن تغير لون الجلد اللي هو مثلا ان حد يبقى اللون معين وبعدين مثلا سافر في مكان اتعرض لشمس كتير فاسمر شوية لا 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 انا بتكلم على حاجة تانية هتعرفوها دلوقتي ان في تغيرات كده في حالة الجلد ومبدائيا يعني في حالة لون الجلد كمان لون الجلد وطبيعته دي ممكن تكون انعكاس لحالات مرضية كبيرة جدا جدا عشان كده بنقول ايه دايما في الطب بنقول ان في حاجات كده يعني زي ما ايه زي ما نقول ان الجلد ده زي المراية مش احنا لما بنقف قدام المراية بنشوف نفسنا خلاص لو المراية دي لقدر الله يعني مش صافية من اغبشة ووحشة مش هتعرفو تشوفو نفسكو بشكل جيد بتشوفو اه بس يعني ما بتكونش الصورة ريئة صح ولا غلط مش دايما كده بيبقى في وقت ما من حياتنا بيبقى عندنا مرايات كده احنا تمام الجلد سبحان الله الجلد زي المراية تخيلوا بقى انه انه لما نبص على الجلد كده فممكن نفهم او نستنتج حالة مرضية علشان كده انا اقول ليه بقولكو الكلام ده لان هناك ضرورة للحفاظ على الجلد فيه ناس بتفتكر ان الكلام ده يقولك الجلد ايه ما المهم القلب والمهم الكبد يا عمي كل حاجة مهمة الكبد مهمة والقلب مهمة وجهاز تنفسي مهمة والعيون مهمة والاعصاب مهمة كل حاجة مهمة ها فبما في ذلك الجلد فالحفاظ على الجلد اصلا مهم عشان هو جزء من الحفاظ على جسمنا على الصحة العامة لنا وكمان علشان بقى لانا لسه ايلو ما نفقدش وسيلة من وسائل التشخيص المبدئية تمام لما نبص كده على الجلد زي ما قلتلكو الجلد الطبيعي تمام فيه احوال بقى مجرد النظر للجلد كده بنستنتج على طول حاجة زي ايه هنروح بعيد ليه احنا لسه متكلمين في الحلقة دي عن الصفرة لون الجلد المائل الى الصفرار قد يعكس الصفرة اصابة هذا الجسم بالصفرة انا هنا بقى مش بتكلم على الاطفال بس الموليد بتكلم على كل الاطفال وبتكلم على الكبار كمان اصفرار الجلد لا فيه حاجة هنا جلد مصفر وهنا دي تختلف عن انه ما الوشة كاصفر ليه لا ده موضوع تاني انا هنا بتكلم عن لون اصفر فعلا واي حد مر بالتجربة دي سواء انه هو شاف مريض عنده حاجة في الحويصالة المرارية او عن الصفرة او كده هيقول لا اللون ده اللون الاصفر ده بيبقى باين فعلا خلاص يعني الناس كلهم اللي عندهم مثلا مشاكل في المرارة او كده بيكون عندهم لون اصفر في الجلد بيكون واضح تمام طيب اتكلمنا عن اللون الاصفر وعلاقته بالصفرة والكلام ده كله سواء بقى الصفرة الطبيعية او الصفرة الباثولوجية خلاص احنا قلنا بنوسع دلوقتي الدايرة شوية مش بنتكلم بس على الموليد الجد طيب فيه حاجة تانية فيه الوان تانية ليها دلالات اه اللون الشاحب شحوب الجلد اللون الشاحب ده يعكس حالة احتمال كبير جدا اصابة الجسم ده بالانيميا والانيميا ده انواع كتير قوي خلاص يبقى شحوب الجلد هنا دلالة او مؤشر او علامة تقول ان الجلد ده مصاب او الجسم ده قصدي الجسم بقى ده مصاب بحالة الانيميا ايه تاني من الدلالات المرضية للون الجلد اللون المائل للازرق اللي احنا بسميه سيانوزس اللون الجلد لما يبقى مائل الى الزرقة ودي بتبان حتى في الشفايف وتبان في الوش وكده بتبان قوي بتبقى واضحة بيبقى لون اميل الى اللون الازرق فعلا دي بقى بتعكس حالة مهمة جدا حالة من حالات الاصابة بامراض القلب وامراض الجهاز تنفسي تخيلوا شوفوا لون الجلد ممكن يقضنا ان احنا نشك في ايه وانا هنا بتكلم عن انه مش بتكلم عن الدكتور هو اللي يلاحظ لا ده انا بتكلم عن الاسرة والعيلة والاصدقاء ومحيط الشغل والمعارف الله في حاجة خلي بالك انت شفايفك مزرقة كده وانت مدخن وكده ما تشوف يا عم دكتور ما تفحص نفس فيكتشف هذا الرجل او هذه السيدة ان عنده مشاكل في القلب ومشاكل في جهاز تنفسي كل ده بن من ايه؟ بن من تغيرات في لون الجلد لها دلالات مرضية ايه تاني؟ اللون الترابي الترابي يعني الجلد كده تبوص تلاقي الوش والجلد ها لونها لون الجلد زي ما يكون عليه تراب دي بتعكس الاصابة بمرض البلهرسيا وقال ليها تأثيرات يبقى عمل التأثيرات كمان تأثيرات سلبية كمان في الكبد لون الجلد لما يشبه اللون الرمادي هو فيه جلد رمادي اه طبعا الناس اللي عندهم امراض يعني متقدمة في الكلة امراض متقدمة في الكلة تبوص تلاقيهم لون الجلد بيبقى اقرب الى اللون الرمادي ايه تاني؟ ضعف حالة الجلد لو الجلد بقى على حالة من الضعف كده ده بيكون نتيجة نقص الكولاجين هم ايه تاني؟ حالات النزيف تحت الجلد نزيف تحت الجلد اه تبوص تلاقي الجلد كده جلد الادين وجلد الدراعات والكلام ده كله تبوص لو فيه حاجات زي ما كون بطش حمرة كده ودي مش ارصات حشرات او كده لا بيبقى فيها زي نقط حمرة كده دي بتعكس حالة مهمة جدا وهي يا اما حالات النزيف نقص يعني نقص عوامل التجلط يبقى فيه زيادة سيولة خلاص او نقص فيتامين اي اللي هو فيتامين ه دي حالة مهمة ايه تاني من الدلالات اللي ممكن تحصل تغيرات في اللون الجلد تعكس دلالات مرضية جفاف الجلد الجفاف ان الجلد يبقى مكرمش وفيه حالة جفاف ده بيعكس الاصابة بالنزلات المعاوية او امراض سوق الامتصاص ايه تاني تشققات الجلد مش فيه جلد كده يشقق الصوابع والايدين وكده ففيه ناس تقولك انا مش عارف فيه ايه او السيدات كمان يلاحظوا الحكاية دي قوي ده بيعكس نقص الزينك ونقص فيتامين به المركب ايه تاني من الدلالات المرضية اللي ممكن تظهر في الجلد تكرار ظهور حويصلات على الجلد اللي هي زي الدمامل الصغيرة كده ها الدمامل الصغيرة كده او الفسفيز دي اللي يا جامع فسفوسة خلاص تكرارها قد يعكس الاصابة بمرض السكر تمام طيب ايه تاني الطفح الجلدي بقى الاحمر الطفح الجلدي الاحمر ده ممكن يكون بقى وراء اسباب كتيرة قوي الجديري المائي الاجزيمة بنوعيها يعني سواء التهاب الجلد الاتوبي او التهاب الجلد بالتماس الحزبة الحزبة الالمانية الهربس وده مرض فيروسي طبعا زي الحزبة وكده وغيرها يعني الطفح الجلدي ده يعكس الاصابة بامراض كتيرة جدا ربنا يعافي جميع يا ربنا